هروح للمحور آخر وحابب أتكلم فيه ما حضرتك وهو التطور الذي حصل في الفترة الأخيرة في محكمة النقل تطور لكن ظل القضاء وظلت المؤسسة القضائية محتفظة بثوابتها وتقاليدها الرسخة في القضاء تطور من جوانب مختلفة سواء بقى من خلال الميكانة في الجمهورية الجديدة في مدينة العدالة في العدالة الناجزة كل هذه أمور تدور ربما على أجندة القادة الجليل محمد أيض محبو تعبير العدالة الناجزة هي العدالة العدالة لها شقين دايما شق إجرائي وشق موضوعات الشق الإجرائي ده اللي هي مجموعة الإجراءات يعني إدعاء الصحيفة دفع الرسوم تحديد الجلسات استئناف الأحكام اضطعنا على الأحكام بالإعدام أصدي بالنقب المنظومة دي هي المنظومة الإجرائية هي دي اللي دايما يعني بتستغل في مسارب معينة في تعطيل الفصل في العضائي مجموعة الإجراءات سواء كانت إجراءات جنائية اللي هي بتحكم قانون العقوبات أو المرافعات المدنية والتجارية اللي هي بتحكم القانون المدني بفروعه يعني فروعه اللي هو القانون التجاري والأحوال الشخصية والعمال يعني هذه الإجراءات احنا اشتغلنا عليها بالميكانة بحيث أن يمكن إدعاء الصحيفة مباشرة عن طريق يعني عن طريق الميكانة ممكن يسدد الرسوم ممكن يحدد الجلسة كان في الوقت ده كان لازم ييجي المحامي ويتقدم وياخد مثلا أسبوعين ثلاث أسابيع لغاية ما يتحدد له جلسة لأ دلوقتي بيضع الصحيفة بيدفع الرأس بتتحدد الجلسة مش مبالغ والله خلال 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة كان زمان بيعرف أو بيقال أن القضية تبكس في محكمة النقد ما بين 10 و 15 عام الوضع اختلف الآن هذا قول الحق إنما دي كانت ظاهرة الآن أصبحت الطعون التي مضى عليها هذه السنوات يعني لا تتعدى يعني 200 أو 300 طعن بالذات في المدني إنما كانت محكمة النقد دائما يقال عنها هذا من سبقوني بذلوا جهود جبارة ومن سبقوني يعني حاولوا قدر الطاقة أن يعني ينهو هذه المسألة إنما محكمة النقدة حاليا في الشرق الجنائي لم تعد هناك طعون قديمة مطلقة